بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم وبرنامج حياتنا النهاردة موضوع حلقتي هتكلم عن التربية النفسية السليمة لأولادنا أنا هعتبر أن الحلقة دي ممكن تكون بيزك لحضرك تساعدك أن حضرتك تعرف أن كنت تربيت تربية سوية متوازنة وهتساعدك أنك إزاي هتربي أولادك في توازن برضو وأنهم يطلعوا أولاد أسواء من خلال تجاربنا ومن خلال خبراتنا ومن خلال الاستشارات كل ده بيأكد أن 99% من المشاكل النفسية والإضطرابات النفسية سببها التفولة سببها التفولة أب، سببها التفولة أم، بيئة كل ده بيأثر أو بيدي رسائل بأن لما بتجبر كل ده بيأثر عليك بيبقى ليه أثر نفسي وبيعمل إضطرابات نفسية جديدة طيب حبيت أقول لكم بعض أخطاء بعض أخطاء إحنا ممكن نكون أباء وأمهاد بنعملها سواء بأصد سواء بدون أصد بتصدر الأخطاء ديت بتعمل مشاكل كتيرة مشاكل نفسية كتيرة لأولادنا من ضمن الأخطاء ديت إن حضرتك تحسس ابنك إنه عبق تحسس ابنك إنه عبق وإنه سبب وإنه زنب في مشاكل هو مش مالوز زنب فيها زي إن حضرتك بيبقى فيه ضغوط فالضغوط ديت بتأثر عليك بإن أنت بتطلع غضبك عليه زي إن فيه مشاكل مع الزوج والزوجة وبرضو في آخر بتأثر على الأولاد زي إن لو فيه حتى خلاف حضرتك إنت ممكن مثلاً هتقولي البنت ده أنت يعني سوري غوري أنت شبه أمك ولو ولد برضو هتقوله روح أنت شبه أبوك كل الحاجات ديت هو مالوز زنب فيها هو يعني أولادنا مالهمش زنب في الاختيارات الخاطئة بتاعتنا حتى لو إنت أخترت غلط هو مالوز زنب هو المفروض إنه يعيش حياته إنسان طبيعي ما تحملوش نتيجة خطأك أو ما تحملوش عبق هو مش مطلوب إنه يتحمله ما ينفعش إنه أنا يبقى عندي الإبن الكبير عشان أنت أخوهم الكبير أنت المسؤول أنت اللي المفروض تصرف عليهم أنت راجل البيت أنت أنت وحمله أعباء مش بتاعته أحاول أحاول على قد ما أقدر أخف الأعباء اللي هو مالوز زنب فيها دي من ضمن الأخطاء اللي بتحصل وأنه بتصدر بتصدر مننا ممكن بدون قصد أنت فاكر كده إنك أنت بتنشفه وأنك أنت بتطلعه راجل آه حلو حلو إنه يتحط يتحط في بعض مقاذك يتحط تحت ضغط بسيط بمساعدتك مش تسيبه خالص طيب من ضمن الأخطاء تاني برضو القصوة في التعامل يعني إيه القصوة لها أشكال كتير جدا آه ممكن قصوة تبقى إهانة بدنية ممكن قصوة توبيخ أنا لو هتكلم عن القصوة ديت هقولي الإهانة البدنية لأن هي من أصعب الإهانات لأنها بتترك أثر نفسي وحش قوي على أولادنا بتخليهم بعد كده مش بيعرفوا يتعاملوا اجتماعيا هيطلع ولد مهزوز ما عنده الثقة في نفسه هيطلع ملوش شخصية هيطلع كده زي ما بيقولوا كده مسالم وده كله طبعا ما ينفعش المفروض إن أنا أربي إنك أنت اتعامل اتعامل خد حقك بس بحدود إيه المسموح وإيه مش مسموح إيه ينفع عمله وإيه ما ينفعش عمله لازم لازم يبقى في حوار ونقاش طيب من ضمن الأخطاء برضو اللي إحنا بنعملها مع أولادنا المثالية في التعامل المثالية في بعض أباء وأمهات بيبقوا عايزين يبقى الولد ده يعني تقول لي أنا بنتي اتربي التربية من الجامعة للبيت ولا هنا ولا هنا وإبني ملتزمه طيب هو حلو حلو إنك هتربي كل ده صح ماشي تمام كل الحاجات العادة الصعيد بس ما ينفعش أبقى مثالي إنت نفسك عشت أو إنتي نفسك عشتي جوانب في حياتك مضيئة وجوانب مظلمة أنا محتاجة أخليهم يعيشوا فتراتهم يعني إيه يعني أنا عندي بنتي في سن المراهقة أو ابني لما بنتك تيجي تقول لك يا ماما أنا بحب ولد معي في الجامعة طيب هستأذنكوا هو اتصال تليفوني وهرجع أكمل كلامي ألو معصوم تفضلي إزاي حضرتك عليكم السلام الحمد لله حبيبتي سؤالك لو سمحتي بعد إذنك إيه أشي في أسماء معدوش يتطلع على الله تفضلي قابلي بساعة كل يوم اتنين شكرا لتصال هنكمل كلامنا وهنقول إن أنا دلوقتي أنا كأم تربيت بطريقة معينة أو كأم تربيت بطريقة معينة أنا عايز ابني ما يعملش نفس الأخطاء اللي أنا وقعت فيها أنا عايز ابني بأمثالي أنا عايز ابني يمشي بالألم والمسطرة وده طبعا ما ينفعش يعني هندي أمثلة وهقول لكم ليه أنا دلوقتي عندي بنت في سن المراهقة جات قالت جات قالت لحضرك يا ماما أنا بحب ولاد معي في الجامعة أمهات كتير إيه لما نراحي مربي هتضربها بالألم وهتقول لها بس يا سفلة إيه اللي بتقولي ده أنا ما كنتش كده وانا في سنك إنت إيه إنتي هتشوه العيلة وإنتي 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 وكلام كتير وتوبخ كتير طيب أولا أنا لازم مراعي أنه فعلا فيه سن المراهقة فيه فترات فيه تغيير هرمونات فيه كل دوت أنا مش هسيبها مش هسيبها هوجهها بس في نفس الوقت هتكلم معاها يبقى فيه حوار بيني وبينها هنقشها طبعا أولادنا عناديين جدا فيه أولاد كتير مهما نقشت ومهما تكلمت بس في الآخر في الآخر حاول أن يبقى فيه لغة تواصل بينكم علشان ما تخرجش برة تدور على حضن تدور على حد يحتضنها تمام حد يقول لها اشكيلي همك حد يضحك على عقلها فالأفضل أن البنت تجيلك يا ماما وتحكيلك وتسمعيها وتوجهيها وتحاولي لو فيه حاجة تغضبك انتص غضبك وكلميها بالراحة تمام لأن في الآخر الضرب مش هيجيب نتيجة وهقول لك تاني على موضوع الضرب ده هيقابلني كتير موضوع الضرب ده تمام يبقى الحوار المناقشة دايما مع أولادنا طيب هيجي الولد المفروض أن البنت هتتكلم مع مومتها أن الولد المفروض يتكلم مع بابا هيتصدم جدا الأب المثالي اللي ماشي بالمسطرة والألم زي ما قلنا هيتصدم جدا لما يلاقي ابنه بيكلم بنت في التليفون لا أنا ما ربطكش على كده أنا ربطك أنك تبقى إنسان كويس مش بتاع ستات أنا عايزك تفهم بس حاجة أن حضرتك ممكن يكون جي عليك وقت مش هقولك كنت بتعمل كده بس فيه فترات جات عليك كان فيها جوانب شبيهة لكده وتعلمت منها تعلمت منها دروس فالصح برضو أن حضرتك هتقف معيها هتقول له يا ابني أنا عملت كذا أنا عملت كذا اتعلم من الدروس المستفادة طيب في نفس الوقت أنا دلوقتي عندي أولاد مفروض أن أنا عندي أولاد أعمارهم مختلفة تمام في أعمار سن مراهقة في طفولة في كوبور المفروض اللي هم دول بقى اللي هم بيتصحبوا أصلا طيب أنا دلوقتي لو عندي لو هتكلم في الطفل تمام أنا الطفل دلوقتي لو أنا بتعامل معاه برضو بعند لو أنا عندي طفل عنيد وبتعامل معاه بعند الطفل العندي بيعاند أكتر يعني برضو هحاول أكلمه هيفهم حاجات هيفهم حاجات كتيرة لكن لو عمل غلط وأنا ضربته هو ساعتها الرسالة اللي هتوصله إنه أنا ضربت بس مش هتوصل أكتر من كده لكن اتضربت ليه وإيه اللي حصل وأنا غلطت في إيه مش هيستوعب الكلام ده تمام طيب عندي خطأ برضو إحنا بنتعرض له وهو برضو خطأ كبير برضو وبيعمل مشاكل كتيرة على مدى بعيد اللي هو البخل والشح في التعامل والعطفي يعني إيه يعني أنا أنا مش عارفة أعبر عن مشاعري مع أولادي في حاجة كده فيه دراسات وأبحاث أثبتت إن الحضن ده ليه ليه سحر أنا لو ابني في مرحلة الطفولة ولو كبير على فكرة برضو بس الحضن ده بيفرز هيرمون الهيرمون ده مسؤول عن حاجات كتير قوي منها هيرمون سعادة هيرمون ألفة الاحتضان ده الحضن بتاعك لابنك أو لبنتك معنا تصل ترفوني مدام عزة ألو سلام عليكم ألو سلام عليكم ألو سلام عليكم أزيك مدام عزة تفضلي سؤالك لو سمعت حضرتك أنا عندي بس بنتي يعني بكلمها وتكلم معاها بحيث إن هي مش فهميني أساساً ولا أية حاجة خالص تمام طيب يعني عندها كم سنة طيب كم سنة هي حضرتك عندها حالة 14-15 سنة تمام حضرتك بتكلميها و لحد الوقت بعد ذلك حضرتك و لحد الوقت بتعمل يعني عندها تباول أرض طيب هو موضوع التباول ده يعني حاجة وموضوع إن هي ما تسمعش الكلام حاجة فسؤالك يا خص الموضوع التاني ولا إن هي تسمع الكلام ولا بتسمع الكلام أو المشكلة اللي أنا بكلمها بقى بحيث إن هي يعني مثلا حتى أو اللي حكي مثلا علشان اللي هي مثلا تنكسف مني أو تغجل أو كده مفيش وكل يوم بضلت عقلها وحيثتها إن هي مش فهم حاجة خالص طيب ممكن أسألك سؤال بس تجاوبيني بصراحة أنت بتزعائلها بتزعائلها كتير وبتضربها وتقص عليها يعني بتبقاسي عليها حضرتك لما بلقها بتعمل الغلط وبتتمل فيه طيب علشان الجزء ده أنا ليه سألتك فيه لأن بس أنا هجاوبك شكرا لاتصالك وأنا هجاوبك طيب هو موضوع إن هي موضوع تباول لقراضي ده بيبقى ليه أكتر من شق فيه شق طبعا طبي إن أنا بتأكد وبشوف أنا عندي مشاكل طبية بروح لدكتور وبعرف لو ما فيش لو ما فيش مشكلة طبية عندها بتروح الأخصائي طبعا بيسألك شوية أسئلة وبيعرف أنت بتتعاملي زي يعني ممكن سؤال زي اللي أنا سألته لك ده أنت لو بتبقسي عليها وبتبخيها على طول وبتضربيها على فكرة الحاجات دي بتعمل تباول لقراضي وحاجة كمان برضو علشان برضو إيه مظلمكيش ساعات قلة الانتباه والتركيز بتعمل تباول لقراضي يعني إيه ممكن تكون هي قاعدة على تليفون أو مركزة في حاجة وانتباهها بيضيع منها فممكن يكون ده سبب طبعا بس برضو السؤال هل موضوع التباول دوت لو هي بتعمله بالليل بالليل بس هيبقى داعهم في وقصوا عليها لو الموضوع مثلا في وسط النهار هي مسكة تليفون دلوقتي وحاصل الموضوع لا يبقى ده خلط انتباه وتركيز موضوع صحيح عن الكلام بصي هو 14 سنة دي أنا شايفة أنت يعني بتقولي لها إيه وإيه بس ماشي كلامك في بعض حاجات أنا ممكن أقولها لابني أو بنتي تبقى حرية شخصية زي إيه يعني مثلا أنا عايز ألبس ده ومش عايز ألبس ده طيب ما هي قالتلك لأ أنا عايز لأ مش هتمشي كلامك عليها هتلبسي ده طب ما تحاولي تنقشيها كده وليها طب بصي طب إيه رأيك والله ده شكله جميل عليك وحاولي تقنعيها طيب لو ما اقتنعتش دي حرية شخصية أنا ما بفردش على ابني أو بنتي الحاجة أنا ما تكون هتسبب خطر لها أو هتئذيها تمام؟ والموضوع ده طبعا كبير بس أنا حاولت أجاوبك على هذا المقدر معانا اتصال من أستاذ أحمد سلام عليكم سلامة لو أركب يا فن اتفاضل يا أستاذ أحمد انا بحبرة جزاك الله خير على المعلومات القيمة ربنا يباركنا ربنا يجعلكم زرحة ربنا يخليك يا رب اللهم أمين اتفاضل أنا عندي بنتي سنة وشهرين آآ ممكن بتعمل حاجة كده ولو اخدناها من أول حاجة لها بتصوت تصوت بسوط عقلي قوي تمام وبعدين آآ لو تم رب فعل مسلا مننا نحنا أولنا بس في سكوتي بتزيد في الموضوع ده تمام بتصوت بسوط عقلي آآ بعض الأحيان كده بتروح مسلا لما بتلاقي نفسها غلطة توحنا أولنا لها سكوتي فبتروح ضربة نفسها آآ حضراتك بتقول سنة وشهرين آآ تمام طيب ضربة نفسها كده على وشهاها طيب سؤال هو حضراتك لما هي بتعمل حاجة غلطة حضراتك أو مامتها بتقول لها آآ أو بتضربها الدربة الشهيرة بتاعتنا لا كده غلط أو هنا أو في أي مكان مامتها بتعمل كده أولا طيب هارد على حضرتك حاضر شكرا لحضرتك طيب آآ أستاذ أحمد بيقول لي إن هي سنة ونص أو سنة وشهرين وبتصوت هو ده بيخش في نطاق تعديل السلوك يعني كل الموضوع تعديل السلوك مش أكتر هي حضرتك أنت عشان بتستجيب لها أو مامتها بتستجيب لها أول ما بتصوت تفضل يخدي لا أنا أنا عايزة على فكرة هيفهمة كويس السنة وشهرين هيفهمة على فكرة الأطفال الأسكية جدا وتعامل معهم هتلاقيهم فاهمين آآ جرب إنك تاخد منها الحاجة مش تديها لها تاني وصيبها تصوت شوية استحملها شوية هتعيط شوية يعني حاولوا إن هيما تدص على نقطة الضعف بتايكو هي عارفة إن هيها تصوت تفضل يخدي هتديها لحاجة تاني تمام موضوع يعني هتخلاش تسيطر عليك أو على ماما إن هي آآ أنا خدت منها الحاجة فاتصوت فادهالها فخوص عرفت إن دي الوسيلة اللي هخليهم يدوني بها الحاجة الصويت اللي بيجيب نتيجة معاهم هتصوت لهم عشان أخد منهم الحاجة تمام تاني حاجة موضوع الضرب آآ دي اسمها سلوك مكتسب يعني إيه إحنا دايما أولادنا عمل حاجة أقا ماينفعش كده هو على فكرة بيقلد أو هي بتقلد عقاب يعني هي بتتحاكب لما بتغلط بتتحاكب بتعمل إيه ما موتها بتضربها أو حضراتكم مثلا بتعمل لها كده طيب هي لما بتزعل هي عايزة تعاكب نفسها فدي طريقة العقاب اللي انتوا فاهمتها لها فانحاول على قد ما نقدر آآ يعني نخلي إني ما يبقاش فيه سلوكيات مكتسبة يعني سلام عليكم معنا أستاذ أحمد تفضل وعليكم السلام ورحمة الله وكاري اتفضل يا صلح كل سؤال ضيبين وحضرك طيب فانحاول بالنسبة المعاملة معاملة الأطفال عندنا هنا في العرب هنا ما فيش آآ ما فيش أي تعليم خالص معاملة الأطفال في العرب آآ بالنسبة آآ احنا عندنا هنا الناس طبعا ما يبقاش للواد يقعد مع ابوه والبت طبعا بتتكتف مع ليش سؤال يا فندم سؤال آآ يعني عرب إيه عرب آآ القبائل القبائل حضرتك سيناء عندنا جفوة في جفاء بيننا وبين العائلة الصغيرة يعني ما يبقاش للواد يقعد الدم الدم أبوه العائلة بواد صغيرة تمام تمام والبت طبعا دي تابع أمها ملاش داع ملاش علاقة بالأب خالص إلا اللبس والأكل والشوت بوكلام ده زي منت حضرتك عرفة تمام تمام احنا عايزين الحلقة كده تكون عبارة عن زيت زيت يعني تربية الأبناء بالنسبة للعرب تمام والسلوب اللي بيتاخذ تمام للتعليم الأطفال والمحبة البصل يعني الحاجات دي يعني حضرتك تمام يا أستاذ أحمد شكرا لحضرتك وتابعني وإن شاء الله هتلاقي في الحلقة دي بعض حاجات هتفيدك بإذن الله هتكلم فيها يعني السؤال اللي حضرتك بتقوله بالضبط أنا كنت لسه بتكلم في البوينت دي في النقطة دي اللي هي المثالية أنا ليه الأب ليه كادر خاص كده اللي هو لأ ليه مش عارف ليه أنا لسه بتكلم دلوقتي بقولي يا جماعة حضونه أولادكو مش عايزين يبقى فيه بخل عاطفي أو شح عاطفي خلوهم يعبروا عن حبهم ليكم بس أنت الأول اللي تعبر عن الحب دوت يعني أنت من الطفولة المفروض من الطفولة كل ده بنتكلم من كل المشاكل اللي بتحصل لكبار سببها طفولة من الطفولة أنا ابني أقول له أنا بحبك أنت كشخص أنا بحبك بس أنا بيديقني بس فيك التصرف اللي أنت بتعمله دوت السلوك معين بس لكن أنت كشخص أنا بحبك وماليشا لأنت وأبوك وأمك وإخواتك كلهم بيحبوك تمام؟ لازم التعبير عن المشاعر لازم ده ضروري جدا لأن ده لو تطبق هيعمل اللي حضراتك بقى بتقول عليه اللي حضراتك بتقول إزاي نخليهم يتعاملوا معنا بالطريقة دي تمام؟ طيب تليفون مين؟ أهلا بحضرتك ربنا يبارك لك ربنا يخليك ربنا يكرمك سؤالك يا فن لأن أنا معايا مسكلة كبيرة أنا معايا بنت أنا جايب لها عريس تمام؟ وأمها جايب لها عريس وهي الظاهر من الشرع على حد طيب كم سنة؟ ها؟ كم سنة؟ آآ 18 سنة تمام طيب وأنا بصراحة محطار أعمل ايه فادلين بصراحة كده وريحوين بصراحة يعني طيب سؤال لحضرتك هو حضرتك قعدت وتكلمت معيها؟ او مومتها قعدت تكلمت معيها وتحورت معيها وتناشت معيها؟ مصاحبينها أخلي بالك هي بردية طبعا مخصوص ومخواه ومصاحبينها مصاحبة يعني تمام ويعني متعرفيش تقولي عليهم أمها ولا أبوها ولا أخوها تماما فأيه بنقعد معها طبعا بقولها والله أنا جايب لك عريسة شو شو حلو هي رايات تمام تقولي لا أنا مش مفكرة طيب تجي مثلا تغيب أمها أمها مثلا وبيجي لها كده واحد بيتردد كده واحد علينا في الصعيد مثلا تمام بيتردد علينا تقول لا أنا مش بتاعجيزة طيب يا بابا انت في دماغك في حية مثلا او تقولي والله هو أنا لسه مفكري يعني فأنا عرفت على طول يعني من كلامها عرفت اني برضو في حية في دماغك طيب حاضر هارد على حضرتك شكرا لاتصالك شكرا طيب هاخد مدام نهلة وبعدين هارد على سؤال حضرتك تفضلي مدام نهلة ألو ألو تفضلي فاند الحمد لله حبيبي السلام طيب أنا حبك أول بابا حبيبي حبيبي حبيبتي ربنا يعيزك يا رب تفضلي سؤالك انا عادي بقى سؤالك تفضلي أنا عندي بنتي لما أنا مثلا بتعمل حال غلط مثلا أنا ما بحبش أضربها لكن هي بتعاقب نفسها وما بتطع الأكل خالص طيب كم سنة يا فندم؟ كم سنة أسلام؟ هي عندها تسع سنين عندها قدي؟ عندها تسع سنين تسع سنين تمام؟ أي نعم تمام بتعاقب نفسها إن هي ما بتاكلش لما بتزعل أيوة تمام طيب أنت ممكن تديني موقف بسيط يعني قولي لي مثلا زي إيه؟ نعم يعني قولي لي موقف زي إيه؟ بتاخدي منها أجهزة موبايل إيه اللي بتعاقبي بيها؟ أنا مثلا كده نزلت مع صحفها مجال ما تقولي أنا لقيت عليها بقيت أدور عليها بتعاقب نفسها بالطريقة دي تمام طيب هارد على حضرك يا زعيم حاضر شكرا للصال طيب هارد الأول على السؤال بتاع البنت اللي جايلها عريس والدها بيقولي نعمل إيه؟ أول حاجة زي ما قلت يعني نفس الكلمة اللي أنا قلتها قبل كده طيب حوار ونقاش طيب يا بنتي إيه السبب إن كنتي رفضة؟ وهشوف أنا أنا كأب وكأم أنا أضرب أولادي هل السبب اللي قالته لي ده سبب مقنع ولا مش مقنع؟ طيب أنا هحاول أقنعها بس مخصبش عليها أبدا أبدا إيه هتقصب عليها في موضوع زي ده عشان ما تحملكش مسئولية اختيار سواء خاطئ أو صحيح طيب لو فرضنا إن هي أسبابها مش مقنعة وإن هي رفضة علشان مبدأ الجواز نفس هخلي مومتها تقعد معيها تحاولوا تدوها فكرة كويسة عن الزواج ممكن تكون البنت شاف التجارب قدامها سيئة فحصل لها نوع من أنواع الاضطراب النفسي اللي هي زي عقدة كده فحاول أتكلم معيها برضو وإزاي ما أنت قلت كده على فكرة أنت لو صحاب أنت نفسك هتقتنع وحضرتك أنا عارفة كأب وكأم بيبقى نفسهم يفرحوا بولدهم ويشوفوا بولد ولادهم بس يصدقوني اختاروا بتأني وما تخصبوش على ولادكو في موضوع الجواز ده بزيزي السؤال الثاني البنت اللي عندها تمام سيئة أستاذ عوير وبتقول إن هي بتعقب نفسها بإنها بتمنع الأكل طيب برضو نفس الكلام طيب أنا هتكلم معيها أولا أنا العقاب اللي هعقب ابني بيه حاولوا يكون عقاب مش قاسي قوي يعني عقاب من الشيء يعني إيه أنت دلوقتي مثلا تأخرتي خرجتي وتأخرتي برة فأنت كنت يوعداني إن أنت مش هتتأخري طيب علشان أنت ما نفستيش وعدك معي معلش أنا أسفل مش هينفع تخرجي تاني تمام يعني العقاب من نفس المكان طيب موضوع الأكل ده بصي أنا مش هقولك تبقي قاسي عليها وفي نفس الوقت سيبيها شوية يعني هي عارفة نقطة ضعف برضو الأولاد أسكية جدا وعارفين نقطة الضعف سيبيها شوية سيبيها شوية يعني حسسيها أني كنتي مش مش قلق أنا أوي في حتة إن هي متأكلش براحتك شوفي الآخر بتاعها وصدقيني هي اللي هتأكل من وراكي هتخليكي برة وتاكل معانا مادام هيبة تفضلي ألو سلام عليكم ألو عليكم مساء زي أخذيك يا دكتور الحمد لله زيك يا هيبة ألو أخذيك دايب واحد ريك طيبة يا أمر أخذيك إيه تمام الحمد لله تفضلي سوالك أنا عندي عيالي مزمين اللي عبت ببجي ببجي تمام أقطع النت ولا عملي بالزبط ولا كده طيب كم سنة عندي 16 سنة و14 و70 تمام كلهم بيلعبوا نفس اللعبة آه أجدني الغياء خالص من مصر آه أجدني الغياء من مصر خالص بصي وأنا أقولك تعمل إيه لكن بش هقدر ألغيها لك من مصر يعني أقولك تصرفي إزاي تمام خالص شكرا لاتصالك أستاذ هيبة مع السلام شكرا طيب أستاذ هيبة دلوقتي بتقولي إن أولادها عندها سن 16 و14 و7 سنين بيلعبوا ببجي طبعا مبدئيا كده بشكل سريع اللي ما يعرفش لعبة ببجي ديت يعني هو ما عرفهاش قوي كتفاصيل لكن عارفة اللي في الآخر بيحصل من خلالها أو من خلال الألعاب اللي الشبه كده يعني أول حاجة إحنا قلنا مرارا وتكرارا وقلتها كتير إن يا جماعة الأجهزة بتقلل الانتباه عند الأولاد طيب أنا عشان انتباهي إيهل حاجات كتيرة بتضيع حاجات كتيرة بتضيع وقاولهم إن هما بسمعوش الكلام لأن هما مش منتبهين أصلا أنت بتدي الأمر وبتدي الأوردر وهم مش منتبهين تمام طيب إن أنا أقولك إمنعي خالص أبقى بضحك عليك لأن آه الصحي نمنع خلص بس فيه ظل الظروف اللي إحنا فيها وقعدة البيت وإن كنا بننصح بنقول آه هنمنع شوية ندي وقت معين وفيه وقت إحنا بنروح نادي وقت إحنا بنعمل تمرين بنروح مدرسة بنروح حضنة بنخرج الباور اللي جوه أولادنا تمام أنا دلوقتي مش بعرف أخرج الباور بسهولة يعني بقى الموضوع صعب شوي تمام فالفترة اللي بكلمك فيها دي دي إجابتها دلوقتي لكن لو هتيجي بعد إن شاء الله ما ربنا يفرجها بإذن الله ويزيح الغمة إن شاء الله هقولك على إجابات تانية في بدايل كتيرة بس إجابتي دلوقتي إن أنت مش هتمنعيها خالص هتعمليها كمعزز لسلكهم يعني إيه يعني بصي لو سمعتي كلامي النهاردة أنا هسيبك تعودي إيه شوية على بابجي إيه ساعة ساعتين يعني حسب ظروفك أنا بقولش إن يا رشوة لأن فيه ناس بيقولولي يعني أنا كل ما هقول لإبني أو بنتي حاجة لازم يرشي قبل ما يعملي الحاجة دي هي مش رشوة على فكرة هي معزز أنا بعتبره أو تشجيع هسميه تشجيع بشجع ابني بس ده على فكرة اسمه تشجيع سلبي فهحاول عشان بس الوقت خلاص تقريبا هحاول أقولك برضو رد السؤال ده بسرعة إن انتي هتقللي الوقت وتحاولي ان انتي تعملي خلاص أنا هعود هعود دلوقتي شوية بتوعي بس ببناء على إنك هتصرفي السلوك الصحة هتعمليلي كذا هتساعديني الحاجات دي إيه برضو بتصاح بيها بتتفاهمي معها فيها برضو بالحب الخلاصة في كل ده عشان أنا قربت أختم الخلاصة إن أنا عايزة أقول لكم ما تربوش ولادكم زي ما انتم تربيتوا الجيل اختلف في كلمة قالها علي ابن أبي طالب قال لا تربوا أولادكم كما رباكم آباءكم فإنهم خلقوا لزمن غير زمانكم الزمن اختلف الزمن اختلف انت دلوقتي في زمن انترنت والسوشيال ميديا ووسائل اتصال كتيرة الزمن اختلف فحاولوا ان انتوا ما تحاولوش ان انتوا تربوهم زي ما انتوا تربيتوا ما انت هتقول لنا سليم وزي الفل ما فيش حاجة لا حضرتك دور على نفسك هتلاقي فيه مشاكل نفسية وهتلاقي انت كمان عندك مشاكل نفسية ونحاول كلنا نتعافى من المشاكل دي وآخر حاجة بقى بختم بيها حلقتي خدوا بالكو من نفسكو جدا انت كأم وكأب ليه علشان انت تقول ما انت منهكة نفسيا وجسديا ايش تعرفي ازاي تطلعي اطفال اسوياء هتطلعي اطفال مشواهين نفسيا برضو فحاولوا تتعافوا وحاولوا ان انتوا تاخدوا بالكو من نفسكو وحبوا نفسكو وتكلموا عن نفسكو بشكل ايجابي علشان ولادكو انت مراية لابنك او بنتك هتتكلم بنفس الطريقة هتتكلم برضو بطريقة ايجابية او بطريقة سلبية اه تمام كده طيب خلاص وقت حلقتي انتهى انا مبسوطة قوي ان انا شفتكم وان شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة وباذن الله اتمنى ان انا اكون افدتكم اه ولو حتى بمعلومة بسيطة واشكركم على حسن متابعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة